إلى تايوان حيث ما زالت جهود الإغاثة مستمرة بعد الزلزال الذي هز الجزء الجنوبي من الجزيرة بقوة 6 درجة فصل 7 على مقياس رختر صباح يوم السبت الماضي وحتى الآن تم تأكيد وفاة 40 شخصا منهم 38 كانوا يسكنون في مبنى متكوم من 16 طابقا وأنهار يوم السبت الفائد جراء الزلزال ورغم انقضاء الـ 72 ساعة أي الفترة فترة الانقاذ الذهبية إلا أن هناك علامات تدل على وجود أحياء داخل المبنى هذا وقد قال عمدة مدينة تاينان أن عدد القتلى قد يتجاوز المئة وعقد تم انقذ أربعة أحياء يوم أمس الاثنين من بينهم طفلة في سنة الثانية الثامنة وأخالتها وذلك بعد مرور أكثر من 60 ساعة على وقوع الزلزال تجدر الإشارة إلى أن الزلزال قد ضرب على المنطقة في وقت مبكر من صباح السبت الفائد قبيل عطلة عيد أربيع الصيني التقليدي وتم حتى لا ننقذ أكثر من 300 شخص منهم 38 و60 يجري علاجهم في المستشفى